أزمة السودان أمام منعطف آخر فبعد أكثر من خمسة أشهر من اندلاع اقتتال الأخوة الأعداء أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا يسحب الشرعية من الدعم السريع إذ وجه البرهان القيادة العامة للقوات المسلحة والأمان العام لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع قرار يقضي بحل قوات الدعم السريع موضع التنفيذ كما أصدر رئيس مجلس السيادة مرسوما دستوريا قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019 قال مجلس السيادة أن قرار حل قوات الدعم السريع استند إلى تداعيات ما وصفها بالانتهاكات الجسيمة التي مارستها وفقه ضد المواطنين كما اتهم بيان مجلس السيادة السوداني قوات الدعم السريع بمخالفة أهداف ومهام ومبادئ إنشائها قرار الحل تزامن مع فرض واشنطن عقوبات على القائد الثاني في قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلوب بتهمة ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على قائد قوات الدعم بغربي دارفور وسارعت قوات الدعم السريع بالرد على التحرك الأمريكي معتبرة أن واشنطن ارتكبت خطأا بفرضها كما اتهمت الخزانة الأمريكية بالانحياز للجيش السوداني وأكدت قوات الدعم السريع أن عقوبات الخزانة الأمريكية ضد قائدها الثاني في السودان لن تؤثر على عملياتها شكرا